يقول فضيلة الشيء قفتكم الله يقول ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات ذكر أن العلماء قد اختلفوا فيما إذا رافق تحصيل الأمر المباح رافقه أمور محرمة ما بين مجيز بتحصيل هذا المباح وما بين مانع ولم يرجح الشاطبي شيئا فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة إذا كانت المصلحة أرجح يطلب هذا الشيء إذا كانت المفسدة أرجح لا إذا تساوية لا أيضا نعم